الارجنتين 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 سكالوني وصل لأحسن 11 كتركيبة في المباراة النهاردة ليه؟ لأن عارف يوصل لتركيبة الأظهرة وشفنا الأظهرة النهاردة كان لها دور كبير قوي مع المنتخب الارجنتيني سواء مولينة في الجنب اليمين أو أكوينة في الجنب الشمال كمان في نص الملعب وصل لتركيبة دي أول مرة التركيبة دي تلعب مع بعض في البطولة بشكل أساسي أول حاجة إنزو فرناندز اللي تقلق وأحرز الهدف الثاني في المكسيك مكلستر المتقلق مع برايتن وفي نفس الوقت رودريجو دي بول التركيبة دي فيها مميزات كتير قوي كريمة تركيبة دفاعيا رودريجو دي بول موفر لها السبات الدفاعي وفي نفس الوقت ليها مساهمات هكومية بشكل كبير سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى التهديف في نفس الوقت كمان رياحة ميزة بشكل كبير يعني إحنا لو نفتكر في المباراة الأولى بابو جامس صاحب المجهود الضعيف شوية هو العيب رقم عشرة يعني مش بتاع مجهود بدني وكده ما كانش الملعب يستحمله قوي هو وميسي شفنا ميسي متحرر شفنا دي ماريا متحرر شفنا الأطراف بيطلعوا حتى فيه أوقات في مباراة النهاردة كنا منشوف الطرفين طايرين جدا سواء أكونيا أو مولينا من جنب اليمين فإسكالوني وصل لتركيبة هل التركيبة دي تركيبة مستوى أول أشك بمنتهى الصراحة بس اللي ممكن يخلي الأجنتين تروح بعيد جدا هي سكتها لقبل النهي لأن احنا عارفين إن سكة الأجنتين سلكة زي ما بيقول يعني مكلم أستراليا والفايز من مباراة هولندا وأمريكا فالمنافسين دول بالنسبة للمنتخب الأجنتيني مش بالقوة قوي طبعا هو المرشح إن هو يصعد على حسابهم هنشوف طبعا مفاجأة كاسل عنا مساعدة لنا إيه بس يعني في المجمل الحداشة اللعيب اللي بدأوا النهاردة قدام بولندا هم التركيبة الأمثل في كل المراكز سواء في خط النص وبالأخص الطرفين اليمين والشمال شغرا شغرا أنا دايما عمير أقول المنتخب السعودي كان لازم يصعد في المجموعة دي طبعا طبعا منتخب يعني كان يقدر يروح لبعيد أكيد أكيد تعرف الشعودية أصلا يعني المنتخب السعودي لو كان كسب كمان يعني كان ممكن يدوق كمان طعم سعوديات يعني كسب النهاردة يدوق طعم الصدارة لو كان حتى تعادل مع بولندا أنا متخيل المنتخب السعودي كان ممكن يروح لحد فين لو تخد صدارة المجموعة دي بس يعني زي ما أقولك الكريم هي هي ظروف صعبة جدا يعني ما فيش منتخب برضو المستوى بتاع اللعيبة السعوديين على مستوى الحداشة اللعيب هم يقدروا يجايروا ولكن في نفس الوقت احتياطي واحتياطي الاحتياطي المظاهر يبقى صعب جدا في حاجة صغيرة بس متعايزة أقولها لك في الأجنتين غير نص الملعب وتركيبة نص الملعب ويقى الأظهرة أن جوليان ألفارز يستحق مكان أساسي على حساب لو تارو مارتينيز صح لأنه هو مهاجم يعني ديناميك جدا متحرك جدا بيقدر يجي من على الطرف بيقدر يجي من العمق مختلف شوية عن لو تارو مارتينيز اللي متعود أكتر أنه يبقى مهاجم رقم تسعة متمركز في العمق بشكل كبير فده من من واقع التجربة يحسب لسكلوني أنه هو حط يده في الظروف صعبة وضغوط كبيرة جدا بعد مباراة المنتخب السعود طيب